وجه اتحاد الصحفيين العرب الشكرى للدولة المصرية ولأجهزتها لاستجابتها لطلب نقل الصحفي الفلسطيني والدحدوح من غزة إلى سيناء لتلقي العلاق اللازم الذي يحتاجه وأكد اتحاد الصحفيين العرب على الدور المهم الذي يلعبه الصحفيون في فتح الجرائم اليومية للعدوان الإسرائيلية على غزة وأهلها خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وأنهم مستمرون في أداء عملهم باعتباره واجبهم الوطني والمهني والإنساني رغم كل المخاطر وفقد الصحفي الفلسطيني والدحدوح عائلته في ظل الحرب الغشمة على قطاع غزة بعد قصف منزله وهدمه على رؤوس عائلته الأمر الذي أسفر عن استشهاد زوجته ونجليه وحفيده كما تعرض الدحدوح لمحاولات اغتيال أصفرت عن إصابات جسدية مباشرة وعقب ذلك اغتيال نجلي الصحفي حمس الدحدوح في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس